ولا صوت يعلو فوق صوت المباراة المهمة والحاسمة والمصيرية غدا على ملعب ستاد بورج العرب بين الأهلي والمقاولون العرب مباراة هي مباراة الحسم بالأرقام وبالمقاييس وزي ما قال مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيز هو سعى إلى لفت أنظار الجميع داخل الجهاز الفني وبين وفي صفوف نجمنا ولعبينا نجوم الفريد أو الكرة القدم في النادي الأهلي ورد على محاولات البعض للحديث كأن الأمور قد حسمت بالفعل قال أنه بالأرقام ما زالت البطولة باقية وما زالت المنافسة مستمرة وصرح لوسائل الإعلام قائلا أنه الدوري لم يحسن بعد وطالما النقاط لم تحسن الدوري رسميا فالمنافسة شرسة وصعبة جدا حتى يحسن الدوري رسميا ونتمنى وعندنا ثقة بإذن الله إن شاء الله نثق كمان في قدرات نجمنا وأنهم قادرين مع خبرات الجهاز الفني على حسم الأمور غدا مع اعترافنا بقيمة المنافس وقدراته وخبراته وجهازه الفني كمان اللي على درجة عالية من الكفاءة لكن إن شاء الله ناخد الأمور بمنتهى الجدية وتكون هذه هي مباراة الحسم بكل المعايير أيضا تبقى مباراة الختام للدوري الممتاز دايما هي المباراة الأكثر إثارة مباراة الأهلي والزمالك المباراة الأكثر اهتمام من الناحية الإعلامية والجماهيرية وأيضا الجوانب الفنية وحجم النجوم اللي بتلتقي وتتنافس في صفوف الفريقين وفي مقدمتهم طبعا نجوم فريقنا الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لكن بالحسابات والأرقام مباراة الحسم للدوري إن شاء الله في حالة الفوز بها إن شاء الله غدا هي اللي هتريح فريقنا وهتحسم الدرع وتعيد أو تبقي دايما على الدرع في مكانه المفضل بنقول هذه هي البطولة المفضلة لجماهير وعشاق النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر إن شاء الله نستطيع الحسم غدا بإذن الله من خلال الفوز على المقاولون العرب ونستفيد ويترجم الجهد الكبير المفذول سواء من مجلس الإدارة بالتعقدات والإضافات اللي تمت للفريق في الفترة اللي فاتت مع جهد الجهاز الفني والجانب الخططي والتكتيكي اللي تم التركيز عليه في المعسكر الخارجي خلال الأيام الماضية وخلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019 معسكر مدينة الإلكانتيا الإسبانية تكون لون عكاساته الإيجابية في المباراتين الحسمتين في الدوري ومع انطلاقة الموسم الجديد إن شاء الله بإذن الله تقتنا بلا حدود في نجمنا وأنهم طبعا قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى للفريق وتكليل جهوده بالفوز في هذا اللقاء لو كان الجهد المبذول وتم الالتزام بكل التكليفات الفنية والخططية من الجهاز الفني للعبين عندهم الكفاءات والفروق الفردية اللي بإذن الله لو كنا موفقين ترجح كفتنا في لقاء الغد